طب قولي بقى روشتة بقى نعمل ايه؟ يا ندا من فضلك من فضلك الاتي يعني لو سمعتنا في كل الحاكناه الفترة رفت كلها ايوا دكتور من فضلك راجعي نفسك في مكاسبك وخسيرك كل اختياراتنا في اي حاجة بنعملها لها مكسب وخسارة والاختيار ده حاجة مبنية على عقلنا مش على مشاعرنا بس يعني لوحد ماشي بس ورا مشاعره حيلبس في الحيطة فاني محتاج احكم عقلي في اختياراتي احكم عقلي انا شوف ايه المكسب للقصة ثانيا انا محتاج اشوف الدايرة بتاعتي عشان اقدر اتعافى من قصة الخفم الهاجر ده محتاج بعندي انتماءات حاجة انا بنتمي لها الناس بحبهم كوميونتي حوالي مش بس صاحبة او حبيب مجتمع كامل انا منتمي له رقم ثلاثة محتاج بعندي حياة يعني خلائل نفسك حياة عيش فيها مثلا شغل اكتيفيتز بتعمليها حاجة انتي بتلاقي نفسك فيها ده مهم جدا اخيلا لو الحاجات دي مش عارفة تعمليها الجائل اللي عليك ودي مش حاجة عيب خالص يعني احنا بالنسبالك مش دوة يعني احنا بالنسبالك سايكو ثيرابي ازاي انسى ريليشنشيب يعني انت ما قلت لاش برضو عالجوز الده ازاي تنسى خطبها او حبيبها قصدي غريبا احنا تنسى خطبها يعني زي كلمة الاصدق فعلا بس عشان نغلي ما اللي حيحصل للرجل بس احنا بنتكلم عن ازاي تنسى علاقة سابقة فانا محتاجة اولا اراعي عنصر الوقت مش عاردة بتاخد وقت عشان تتعافى مش بتتعافى في يوم وليلا ثانيا التجارب اللي مرني بها سابت جوانا حاجة فمحتاجين وقت عشان نقدر انتعافى من ده ثالثا انا بتكلم مع مين يعني بحكي في اللجوية ولا لا واهم ما في القصة اقطع تماما اي تواصل لا اشخاص مشتركة بجيب لي اخباره ولا بتابعوا على فيسبوك وانستغرام حتى من اكاونت او اكاونت مش وهمي لان ده بيزود الموضوع اي خبر بعرفه عنه اي معلومة بعرفه عنه بتبدأ الموضوع من اول وجديد فبتخلي ارجع تاني لنفس الكاك فانا محتاجة اقفل ده من البداية خالص وابقى قبل كل ده واخدق قرار مع نفسي ان انا عايزة انهي لعلاقة مش وقفة في النص مش وقفة محتارة عايزة ارجع له تاني ولا لا نورتني يا مصطفى ولو هي الطلبة انه تتواصل معاك انا هدلها الرقم وخلي اعداد ده تنور تنورتني ترجمة نانسي قنقر